موسيقى الأسبوع من سكاي نيوز عربية أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة وتتابعون فيها فلسطين في المحفل الدولي خطوة في الهواء 2015 بلا داعش الواقع والتنجيم تونس السبسي تحديات تنتظر معجزات الأسبوع من سكاي نيوز عربية مع شنطان أبي خليل لم يثر قرار فلسطيني الجدل كما أثار الاستعجال في استصدار قرار دولي يجدول الانسحاب الإسرائيلي خطوات متسارعة انتهت بخيبة أمل رفض داخل مجلس الأمن أثلج صدور الإسرائيليين والأمريكيين انتصر به منتقدو هذه الخطوة ولم يكد الرفض يصدر حتى بادر الفلسطينيون لتوقيع معاهدات دولية فيما بدأ أنه رد فاعل لا أكثر على الخيبة في أروقة الأمم المتحدة ما إن بدأ عام 2015 حتى استهل الفلسطينيون معركة ديبلوماسية في الأروقة الدولية معركة تقول السلطة الفلسطينية إنها أجبرت على خوضها بعد فشل الجهود الديبلوماسية في تحقيق السلام مع إسرائيل التحركات بدأت بطرح مشروع قرار عربي في مجلس الأمن ينص على التوصل خلال سنة إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين كما يجبر إسرائيل على الانسحاب من كامل الأراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017 رغبة فلسطينية استضمت برفض أمريكي وبريطاني فيما حصلت على تأييد ثمان دول وامتنعت خمس دول عن التصويت للأسف فشل مجلس الأمن في إقرار مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بسقف زمني هذا يعني بأن مجلس الأمن فشل في الدفاع عن أهدافه التي أنشئ من أجلها وعن مبادئه التي يتغنى بها ليلا ونهار وهذا يعني أن هناك قوى كبيرة في هذا العالم مصر على الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي ودعم هذا الاحتلال الذي يمثل أرقى درجات الإرهاب لكن ذهب إلى مجلس الأمن وجد أصلا معارضة فلسطينية داخلية ذهب أبو مازين بهذا القرار وحده هو واثنين أو ثلاثة أشخاص فنيين كتبوا صاغوا فاوضوا كيري وفاوضوا الفرنسيين على هذا القرار الفصائل الفلسطيني ضد هذا القرار ولم يتم مشاورته الفشل في استصدار القرار داخل مجلس الأمن دفع القيادة الفلسطينية إلى المضي قدما في التوقيع على عشرين معاهدة دولية وأولها التوقيع على وثائق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية خطوة اعتبرت بمثابة المواجهة الأخطر مع إسرائيل فالقرار الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني الأربعاء الماضي يمنح المحكمة اختصاصا قضائيا في الجرائم التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية بل أنه قد يؤدي إلى مقاضات زعماء إسرائيليين أو فلسطينيين وتعكس التحركات الفلسطينية حالة الإحباط التي وصل إليها الفلسطينيون وعلى رأسها فشل مباحثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام في تحقيق هدف إقامة الدولة لبل أن مضي إسرائيل في سياسة الاستيطان وقدم مزيدا من الأراضي سرع من التوجه نحو ما بات يعرف بالحرب القانونية لتدويل الصراع وبين من بارك الخطوة الفلسطينية ورأى أنها تسير في الاتجاه الصحيح على غرار حماس فإن البعض ينظر إليها على أنها ردة فعل متسرعة قد تجر حكومة عباس إلى مزيدا من المتعب لعل أولها فرض عقوبات اقتصادية السبق ولوح وزير الخارجية الأمريكي جون كاري بوقف معونات أمريكية تقدر بنحو نصف مليار دولار مقابل أي تحركات فلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية كما يرى البعض أن الخطوة الفلسطينية قد تساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو في كسب مزيدا من التأييد في الانتخابات العامة نظير رسالته المتشددة القائلة إن إسرائيل لن تجد شريكا للسلام جرأة فلسطينية إذن وردة فعل إسرائيلية متشددة قد تفجر الأوضاع وتدفع إلى مزيدا من التوتر في المنطقة المحتقنة أصلا ومعنا من لندن رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية عبد الباري أستاذ عطوان أهلا بكم إلى برنامج الأسبوع بداية من كيان مراقب إلى دولة مراقبة إلى دولة طرف الجنائية الدولية كيف سينعكذ ذلك على إسرائيل على فلسطين ومشروعها؟ لا شيء على الإطلاق الشعب الفلسطيني في واد آخر ومختلف كليا عما تتطلع إليه قيادته هناك حالة انفصام بين القيادة وبين الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني يدرك جيدا بأن الذهاب إلى الأمم المتحدة وغيرها بالمنظمات الدولية لا يفيد على الإطلاق هناك أكثر من 63 قرارا صدرت بتثبت الحقوق الفلسطينية لم يتم تطبيق أي من هذه القرارات بل على العكس تماما يزداد الوضع الفلسطيني سوءا يوما بعد يوم الشعب الفلسطيني يعاني تحت الاحتلال قطاع غزة محاصر ومجوع الضفة الغربية تأكلها المستوطنات الإسرائيلية القدس المحتلة يأكلها الاستيطان الإسرائيلي والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة والدولة الفلسطينية تهرب أو السلطة الفلسطينية تهرب إلى الأمم المتحدة تقول أننا نفعل شيئا ماذا فعلنا من قبول فلسطين عضو مراقب مثلا في الأمم المتحدة ماذا سنفعل من الجنائية الدولية هل هناك فعلا رغبة حقيقية لمطاردة الإسرائيليين والذهاب إلى محكمة الجنائية الدولية يجب أن لا يكون رد فعل على رفض أو سقوط الدبلوماسية الفلسطينية في مجلس الأمن يجب أن يكون خطوة حقيقية تمت قبل عام أو قبل عامين على وجه التحديد فأعتقد سياسات رد الفعل هذه لا تفيد على الإطلاق يجب أن تكون هناك استراتيجية فلسطينية هل تتوقعون أن ذلك جاء ردا على عدم قبول مجلس الأمن ألم يكن متوقعا هذه النتيجة؟ نعم كان متوقعا هذه النتيجة كانت متوقعة نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت أنها ستقف ضد هذا القرار وضد مشروع هذا القرار ولن يمر في مجلس الأمن وكان على السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس أن يدرك ذلك جيدا وأن يتحدى الولايات المتحدة من خلال الضمان وجود موافقة تسع دول خلف هذا القرار فعل تماما مثل ما فعل عندما تقدم إلى مجلس الأمن الحصول على اعتراف بدولة فلسطين المراقب هذا يعكس حالة فشل للدبلوماسية بعد عدة مرات رفض في مجلس الأمن ما الخطوات الأخرى؟ ست المقاومة أي خطوات أخرى؟ هذه اسمها منظمة التحرير الفلسطينية هناك شعب تحت الاحتلال الشعب تحت الاحتلال يجب أن يقاوم الاحتلال السلطة الفلسطينية لا تريد مقاومة هذه الاحتلال السلطة الفلسطينية تحمل الاحتلال الإسرائيلي من خلال التنسيق الأمني الشعب الفلسطيني توقع أن يتخذ الرئيس عباس قرارا بوقف التنسيق الأمني الذي يحمي المستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة فذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية وهذه إجراءاتها طويلة يعلم الله متى تبدأ ومتى تنتهي فهذه المشكلة يعني هو يقول أن مجلس الأمن خذنا طب يا سيدي خذلك مجلس الأمن وين الروح؟ طب هذا سؤال غريب جدا رئيس دولة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية يقول وين الروح؟ لا روح يا سيدي عندك مستوطنات عندك احتلال بدك تنارس مقاومة عسكرية طيب خلي وين المظاهرات؟ وين الاحتجاجات؟ وين الانتفاضة؟ يعني لماذا تقمع الانتفاضة وتفتخر بأنه لن تكون هناك انتفاضة في الضفة الغربية؟ تقول تفتخر بأنك أنت منعت الضفة الغربية من التضامن مع قطاع غزة والقيام بمظاهرات احتجاجية تضامنا ومؤازرة لأشقاءهم تحت العدوان في قطاع غزة يعني هذه هي المشكلة معروف وين تذهب أنت رئيس السلطة الفلسطينية رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رئيس اللجل التنفيذي من المنظمة التحرير رئيس حركة فتح وحركة فتح اسمها حركة التحرير الوطني الفلسطيني طب يأخي تحرق شوي أنت تحدثون عن الانتفاضات هل في ظل ما يحدث اليوم على الساحة؟ هل الانتفاضة هي كافية؟ يا ستي على أقل خطوة خطوة يعني لماذا لا تكون هناك؟ يعني هذه الانتفاضة مشروعة انتفاضة ضد احتلال انتفاضة ضد 800 ألف مستوطن في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة هذه الانتفاضة مشروعة يجب على الشعب الفلسطيني أن يقاوم الاحتلال بكل الطرق والوسائل يعني احنا هذا السلام الاقتصادي الذي يثبت في الضفة الغربية وبرعاية السلطة هذا لا يؤدي إلى تحرير أرض ولا يؤدي إلى احترام ولا يؤدي إلى انتصارات في المنظمات الدولية وبعدين كمان يعني احنا عنا 80 سفارة الشعب الفلسطيني هناك 80 سفارة في العالم تمثلوا يعني لماذا هذا الفشل الدبلوماسي الفاضح والفاشل والمهين حقيقة الهند كانت أكبر دولة داعبة للشعب الفلسطيني الآن الهند أصبحت الدولة الصديقة للشعب الإسرائيليين إفريقيا كانت القارة الإفريقية كلها تصوت مع الشعب الفلسطيني لماذا الآن القارة الإفريقية نشوفنا نيجيريا ورواندا يعني تصوت ضد القرار وترفض دعم هذا القرار أو تمتنع على التصويت مع هذا القرار وخسرنا بسبب هذين الصوتين يعني هذا الفشل وهذه السفارات لماذا إذن هناك سفارات لماذا إذن هناك منظمة التحرير الفلسطينية لماذا إذن هناك سلطة وطنية لماذا هناك رئيس هذا الفشل كله في غضون ثمان سنوات فقط يعني لابد من محاسبة طيب فشلت الدبلوماسية الفلسطينية لماذا لا تغير هذه الدبلوماسية لماذا يكون هناك وزير خارجي جديد وهناك سفراء جدد ودبلوماسيين جدد كانت زمان مكاتب لمنظمة التحرير الفلسطينية فيها شخص واحد يعمل ليلة نهارا الآن هناك العشرات في هذه السفرات لا يفعلون أي شيء كيف ستبدل برأيكم هذه الخطوة القرارات والمواقف الدولية وخاصة الأوروبية يا سيدتي لن تغير أي شيء هذا أوروبا لن تقف معنا طالما نحن في حال الضعف أوروبا تتحرك إذا شعرت أن الشعب الفلسطيني يمارس حقه في المقاومة ومقارعة الاحتلال عندما كانت هناك الانتفاضة الأولى كان العالم كله مع الشعب الفلسطيني عندما بدأت الانتفاضة الثانية كان مشابعون بيريز في حينها رئيس الوزراء يترجى الشعب الفلسطيني نريده أسبوعا بلا جنائز أوروبا وأمريكا والأمم المتحدة شكلوا اللجنة الرباعية وضعوا خريطة الطريق عينوا مبعوثا دوليا كانت هناك حركة لأنه كان هناك تحرك فلسطيني يعني الله لا يسمع من ساكت يعني هاو إحنا الآن في حالة خمول القضية الفلسطينية تراجعت على سلم الأولويات الدولية إلى القاع لم يعد هناك أحد يهتم بالقضية الفلسطينية لأنه أهلها مش مهتمين فيها لأنه سلطتنا مش مهتمة بالقضية الفلسطينية بالشكل المطلوب هذه الحقيقة لو كانت هناك فعل وانتفاضة لأصبحت هذه القضية في المنشتات الصعف والتلفزيونات في العالم كله الآن خبر الفلسطيني لا يقرأ أحد الناس لا يريدوا أن يقرأوا أشياء يعني أصبح مملا الرئيس عباس هدد مليون مرة بأنه سيوقف التنسيق الأمني وسيحل السلطة وسيذهب إلى محكبة الجريات الدولية طب أين هذه التهديدات يعني كل مرة ناس بطل يصدقونا لا أحد يصدق الشعب الفلسطيني أو صدقيات الشعب الفلسطيني إذا عدنا إلى تفاصيل هذه الخطوة يعني أود أن أعرف تل أبيب دعت المحكمة إلى رفض الانضمام كيف تتوقعون أن يكون رد المحكمة على ذلك في ظل الانزعاج الأمريكي الإسرائيلي يا سيدتي هذه المحكمة ستقبل الطلب الفلسطيني لكن هل هذا يكفي مثلا هل ستقدم السلطة الفلسطينية أو أعدت وثائق ومستندات لمطاردة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين وغلوا في الدم الفلسطيني هل هذه البنفات جاهزة هل هناك تحرك حقيقي للانتقال من مرحلة تقديم الطلب إلى مرحلة مقارعة الإسرائيليين ومواجهتهم والطلب من الانتربول الدولي مثلا للقبض عليهم هذا هو السؤال هل هناك بمعنى عزيمة من أجل مواجهة الإسرائيليين إذا كانت هناك عزيمة لواجهة الإسرائيليين لماذا لا يتم مواجهتهم في الضفة الغربية حيث 800 ألف مستوطن لماذا لا تتم مواجهتهم في القدس المحتلة هنا أستاذ عطوان سنشهد خلال عام 2015 سنشهد معركة دبلوماسية كبيرة كما قالت إسرائيل يا سيدتي كيف تخوضي المعركة الدبلوماسية تخوضيها بسيوف من خشب يجب أولا يجب أن تكون هناك دبلوماسية فلسطينية فاعلة وقوية يجب أن يكون هناك تحرك على الأرض يدعم هذه الدبلوماسية يعني هذه هي الأساس يعني لا يكفي طبما ذهبنا إلى محكمة العبد الدولي وأخذنا قرار ضد الجدار العنصري في الأرض المحتلة ماذا فعلنا بعد ذلك كان هناك لدينا تقرير جولدستون عن جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة السلطة الفلسطينية عارضت هذا التقرير وبعد الضغط الشعبي تبنته ولم تفعل شيء على أساسه يعني هل هناك عزيمة هذا السؤال يعني ليس الانضمام إلى المنظمات الدولية هو يكفي في حد ذاته إذا لا يكون هناك عمل حقيقي على الأرض حتى القرار الذي تذهب فيه للمتحدة عرضته جميع الفصائل الفلسطينية الرئيس عباس هو الوحيد وأدخل عليه سبع ثمان تعديلات أفرغتوا من كل جوانب الوطنية حتى أن القدس الشرقية لم ينص على أن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية لم ينص إطلاقا على نصا صريحا على قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين يعني حتى هذا القرار المنزوع الدسم الذي عدل ثمان مرات لم تقبل أمريكا وأمريكا تقول أن الذهاب إلى المنظمة الدولية هو تصعيد هذا كلام لا يجوز على الإطلاق يريد وقفة فلسطينية قوية يريد أولا توحيد البيت الفلسطيني على أرضية المقاومة على أرضية حتى تحدي الولايات المتحدة الأمريكية يا ستي يوقف المساعدات يوقف المساعدات ما كان الشعب الفلسطيني عايش بدون المساعدات الأمريكية الآن هناك خمسة مليار دولار على الشعب الفلسطيني استلفتها السلطة أو اقترضتها السلطة سلطة تستدين من أجل أن تدفع رواتبنا كان معنا إذن من لندن رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية عبد الباري عطوان شكرا لك بهذا ننهي أول ملفات الأسبوع بعض الفاصل ملف آخر واستعراض لمختلف الأحداث التي شهدها الأسبوع المنصر على جبهتي داعش الشرقية في العراق والغربية في سوريا اجتمع فرقاء الأمس على موقف واحد في خطوة نادرة العبادي من جبهة ضلوعية والأسد من جبهة جوبر لا داعش هذا العام تصريح يدعو للتوقف عند أسبابه توقيته، تداعيته وفرصه مع دخول الحرب في سوريا عامها الخامس اغتنم الرئيس السوري بشار الأسد نهاية 2014 ليسجل ظهورا نادرا بزيارة مفاجئة لجنود الجيش السوري في حي جوب رد مشقي ليهنئهم بحلول السنة الجديدة اختيار التوقيت والمكان لم يكن صدفة أو عبثة فمن جانب المكان أراد الأسد أن يبعث رسالة مفادها أنه قد انتصر على الطائفية من خلال الظهور علنا في حي ذي أغلبية سنية أما من جانب التوقيت فقضاؤه الساعات الأخيرة من العام الماضي والساعات الأولى من العام الجديد بين جنود الجيش رسالة واضحة أكدها في قوله بأن 2015 سيكون عام الانتصار على الإرهاب آخر يوم في 2014 شهد أيضا زيارة مفاجئة قام بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى بلدة الضلوعية في محافظة صلاح الدين ذات الأغلبية السنية حيث التقى شيوخ العشائر والقوات الأمنية زيارة تحمل المغزى ذاته الذي حملته زيارة الأسد إلى حي جوبر وتأتي بعد أن نجحت القوات الأمنية بمساندة العشائر في تحرير الضلوعية من قبضة داعش والتي دامت سيطرته عليها حوالى ستة أشهر العبادي أكد بأن تحرير البلدة سيكون منطلقا لإلحاق المزيد من الهزائم بداعش مشددا على أن العام الجديد سيشهد تطهيرا كاملا للأراضي العراقية من التنظيم ليوافق قوله قول الرئيس السوري هل سيكون العام الجديد عام نهاية تنظيم داعش إذ يبدو أنه نجح في ظرف عام أو أقل بقليل فيما فشل فيه الكثير من السياسيين والسلاطين على مدار التاريخ نجاح يتمثل في وقوف العراق وسوريا في صف واحد لمواجهته بعد قرون من الصراع بينهما من معركة السفين في القرن السابع الميلادي بين أتباع الصحابيين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان مرورا بالحروب التي دارت بين الصفويين والعثمانيين إلى الصراع بين جناحي حزب البعث الغربي برئاسة حافظ الأسد والشرقي برئاسة صدام حسين ومعنا من باريس مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط ميشيل أبو نجم أستاذ أبو نجم أهلا بكم في برنامج الأسبوع يعني هل ما سمعناه من الأسد أهلا بكم من الأسد من جهة ومن العبادي من جهة أخرى يعكسوا واقعا حقيقيا على الأرض أنها تمنيات العام المقبل نعم أعتقد أنها بالأحرى تمنيات ولكن ليست هي تمنيات بالشكل التام يعني وهناك مزيج من تطورات ميدانية من جهة ومن تمنيات من جهة أخرى لما يمكن أن يحمله العام 2015 يعني بداية علينا أن نشخص الوضع كما هو اليوم في العراق وسوريا ما هو الوضع في العراق اليوم؟ الوضع في العراق اليوم أن هناك تحالف دولي يمثل ستين دولة يتقودها الولايات المتحدة الأمريكية مع ضربات جوية مع مصاعدات عسكرية مع إرسال خبراء ميدانيين لتدريب القوات العراقية لدعم قوات البشمرقة لإقامة نوع من التحالف مع القبائل السنية لمحاربة داعش يعني هذا كله لا يؤشر كثيرا ولا يبين أن العراق قد استعاد صحته أو أنه على وشك استعادة صحته يعني برأيكم نعم وعندما يقول رئيس أبوز نعم برأيكم لماذا أتى هذا التصريح يعني من الجانب العراقي والسوري يقولون يعني لا داعش هذا العام مع العالم أنكم تتحدثون الآن عن التحالف الدولي والتحالف الدولي كان قد صرح أن محاربة داعش تحتاج لسنوات نعم هذا ما كنت سأضيفه لو أتحتي للفرصة يعني عندما يقول رئيس الوزراء العراقي العبادي أنه لن يسمح لأي جندي أجنبي أن يضع أرض العراق لأن سيادة العراق والأخير يعني أتساءل أنا أين هي سيادة العراق في الأجواء هل هناك السيادة فقط على الأرض أم في الأجواء أيضا هذه ملاحظة الملاحظة الأخرى لو نظرنا على عدد القتلى الذين سقطوا في العراق أو في سوريا لو وجدنا أن هذا العام المنصر عام 2014 كان الأكثر دموية منذ عشر سنوات على الأقل في العراق ومنذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011 نقطة ثانية النقطة الثالثة أنت تعلمين أن أي مسؤول سياسي بحاجة إلى أن يبث الأمل لدى شعبه لدى من يقاتل إلى جانبه ولا يستطيع لا الرئيس الأسد ولا رئيس الوزراء العراقي أن يذهبا للتحدث إلى الناس ليقولا أن هناك الكثير من المصائب التي تنتظر الشعبين هذا غير ممكن الواقع أن اليوم محاربة داعش دخلت مرحلة جديدة يعني المرحلة الأولى كانت احتواء داعش بعد الانتصارات التي حققتها والفتوحات التي قامت بها كما تقول هي في شهر حزيران وشهر تموز الماضيين هذه مرحلة التمدد التي عرفتها داعش في الصيف هذه المرحلة قد توقفت يعني اليوم العراق نجح بمساعدة القوات الدولية وبالتعاون بين البشمرجة والقوات العراقية والقبائل السنية على وقف زحف داعش وعلى البدء باستعادة بعض المناطق ولكن هذا لا يتيح لنا ولا يسمح لنا لا عسكريا ولا سياسيا أن نقول أن داعش قد دحلت داعش مستمرة وهي قادرة على التحرك في غالبية المناطق الشمالية والشرقية من العراق وتحديدا في منطقة ألمبار داعش هي موجودة في فلس سوريا على الأقل وحتى في كوباني التي تعرض إلى ضربات جوية منذ حوالي شهرين داعش ما زالت موجوده هناك إذن هناك عدو مشترك هذا العدو المشترك يحتاج إلى لغة مشتركة وهذا ما يفسر الاشتراك في اللغة ما بين الرئيس السوري ورئيس الوزراء العراقي أستاذ ميشيل إذا أردنا أن نتحدث لماذا هذا الظهور من المناطق ذات الغالبية السنية إلى ما يشير ذلك؟ نعم أعتقد أن هذه مجرد صدفة يعني الرئيس الوزراء العراقي كان بحاجة لأن تحقق القوات العراقية انتصارا معينا هذه القوات نجحت بالتعاون وبدعم التحالف الدولي نجحت في السيطرة على مدينة متوسطة الحجم هي الضلوعية يعني ليست لها مكانة استراتيجية متميزة فائقة هي بالطبع هي مدينة متوسطة ولاها أهمية عسكرية ولكن ليست الموصل ليست مكان آخر هذا بالنسبة للرئيس العبادي أما بالنسبة للرئيس الأسد ربما قد تكون هناك بعض الرمزية لجهة القول أن جوبر هي سنية وهو علوي وأن المناسبة كانت بداية السنة الميلادية ربما يكون ذلك ولكن الرئيس الأسد بدوره ومن جانبه بحاجة أيضا إلى أن يعطي الشعب السوري الذي فقد الألاف من المواطنين يعطيه بعض الأمل وخصوصا إصار رسالة بأن النظام اليوم ما زال قائما وأنه هو ما زال يحكم سوريا في الوقت الذي نرى فيه بعض الحراك الدبلوماسي إن كان على صعيد المبادرة الروسية أو على صعيد الأفكار التي قدمها المبعوث الدولي دمستورة وحيث بدأ الحديث عن أن روسيا ربما تقبل في وقت ما أن يبقى النظام في سوريا وأن يتغير الأسد إذن هناك مجموعة من الرسائل السياسية التي أراد الأسد إيصالها إلى السوريين وربما أيضا إلى الخارج خصوصا عندما نعلم أن ظهوره العلني نادر للغاية يعني خلال عام واحد عام 2014 ربما ظهر الأسد أربع مرات ليس أكثر إذن هذا الظهور بالطبع له معنى وله مدلول سياسي ولكنه لا يعكس تغيرا ميدانيا عسكريا لأن سوريا اليوم مقصومة إلى ثلاثة أقصام على الأقل قسم في الشمال تسيطر عليه أستاذ ميشيل ما المطلوب اليوم وقسم في الشمال الغاربي تسيطر عليه النصر بما أننا تحدثنا بما أننا تحدثنا عن الأمنيات ما المطلوب اليوم لتحويل هذه الأمنيات إلى واقع؟ نعم أنت تعلمين أن التحويل الأمنيات إلى واقع يحتاج إلى عوامل موضوعية غير متوفرة اليوم يعني لو نظرنا فقط إلى الناحية العسكرية اليوم النظام السوري رغم الدعم العسكري الذي يحظى به إن من روسيا أو من إيران غير قادر على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء كما قلت لك اليوم سوريا مقصمة على الأقل إلى أربعة أقسام النظام السوري لا يسيطر إلا على قسم من أربعة أقسام إذن استعادة النظام للمبادرة العسكرية والتي رغم الحرب في سوريا اليوم هي كر وفر بالطبع النظام ربح في القلمون ربح في حمص ربح في جزء من حماد ولكن هناك أقسام كثيرة من سوريا خرجت عن سيطرته ربما علينا أن نزيد أن نضيف أن هناك نصف الشعب السوري إما هو لاجئ وإما هو مهجر وأي انتصار يمكن للرئيس أن يقوله عندما يكون نصف شعبه إما لاجئ وإما مهجر هذا من جهة سوريا أما من جهة العراق اليوم العراق بحاجة إلى الكثير ليتأمل يأمل أن يستعيد عفيته يعني الأمر الأول رغم تشكيل حكومة العبادي التي تضم يقال عنها جميع المكونات هناك الكثير من الأمور التي يفترض برئيس الوزراء العراق أن يحققها ليخلق نوعا من الوحدة الوطنية التي من دونها لا يمكن للعراق أن يستعيد عفيته أما من الناحية العسكرية ذكرت تفضلت بالقول أستاذ ميشيل أبو نجم الذين نحن نعتذر إنتهى وفد المقابلة كان معنا من فريس مدير مكتب شريدة الشرق الأوسط ميشيل أبو نجم شكرا لكم على هذه المداخلة مشاهدين بعض الفاصل نتابع ملفا آخر من ملفة الأسبوع قبل أن نتابع ملفة الأسبوع نستعرض مع سامي قاسمي مختلف الأحداث التي شهدها الأسبوع المنصر مع مطلع الأسبوع أعلنت الخارجية السورية استعدادها للمشاركة في لقاء تمهيدي تشاوري يضم المعارضة تعمل موسكو على تنظيمه ونقلت وكرة أنبار رسمية صانا عن مصدر في وزارة الخارجية أن هذا اللقاء يهدف لاحقا إلى توافق على عقد مؤتمر للحوار بين السوريين أنفسهم دون أي تدخل خارجي من لبنان رصد مراسلنا تقريرا عن زراعة نبتة القنبة التي تستخدم في صناعة الحشيش ورغم تجريمها قانونيا يسر المزارعون على تحديهم للدولة على اعتبار أنها لم تقدم لهم زراعات بديلة الأمر الذي دعا بعض السياسيين إلى المنادات بتشريع هذه الزراعة في لبنان يوم الأحد أعلنت وزارة النقل الإندونيسية فقدانها الاتصال بطائرة تابعة لشركة إير أسيا الطائرة المنكوبة كان على متنها نحو 160 شخصا واختفت بعد أن طلب قائد الطائرة تغيير مصارها بسبب سوء الأحوال الجوية في باريس أعلن وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريون أن جنوب ليبيا تحول إلى معقل للإرهابيين وأشر وزير الدفاع إلى ظهور نقاط اتصال بين داعش ومجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة درنا الليبية يوم الاثنين أعلنت حكومة اسكتلندا رصد إصابة بفيروس إيبولا في غلاسغو كبرى مدن البلاد وتأكدت هذه الإصابة بعد الاشتباه بحمل أحد المواطنين العائدين من غرب إفريقيا الفيروس من غزة أعد مراسلنا تقريرا عن توقف زراعة الظهور جاء ذلك بعد توقف الدعم للمشاريع زراعة الظهور من هولندا والتي كانت تصدر منها الملايين سنويا إلى أوروبا يوم الثلاثاء نقلت مواقع إلكترونية عن ما يعرف بمجلة دابق التي يزدرها تنظيم الدولة ما قالت إنها تصريحات الطيار الأردني المحتجز معاد الكساسبة كما نقلت أيضا صورا للكساسبة وهو يرتدي بدلة برتقالية من الكويت تعدت مراسلتنا تقريرا عن اتساع الفجوة بين المدارس الرسمية والخاصة في الكويت ويقول المختصون إن هذه الفجوة اتسعت إلى درجة أصبحت تهدد القطاع التعليمي ومخرجاته يوم الإربعاء تسلم الرئيس تونسي الباجري قيد سبسي مهام منصبه رسميا وجرت مراسم تسليم وتسلم السلطة في قصر الرئاسة في قرطاج بحضور الرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي استقبل السبسي عند مدخل القصر قبل أن يبدأ الرئيس الجديد مهام منصبه في رمالة قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن العالم مل من سياسات إسرائيل واحتلالها للأراضي الفلسطينية وفي الذكرى الخمسين لانطلاقة حركة فتح جدد عباس تعهده بالتمسك بالثوابت الوطنية وأنه لا مجال للمساومة فيما يخص القضية الفلسطينية يوم الخميس تفقد الرئيس بشار الأسد القوات الحكومية في حي جوبر الدمشقي حيث تدور معارك طاحنة بين الجيش ومقاتل المعارضة ودع الأسد الجنود إلى مواجهة الجماعات المسلحة وإلى أن عام 2015 سيشهد مقال إنها انتصارات للجيش السوري ومن الرياضة عدى مراسلنا تقريرا عن مخلفات أعمال البناء التي تتسبب في تشويه مظهر عدد من أحياء المدينة ويقول معنيون إن السلطة السعودية تعجز عن جمع المخلفات المتراكمة والناتجة عن ورش البناء الآن نعود إلى شنطال تنتظر الحكومة والرئيس الجديد في تونس ملفات اقتصادية معقدة ومشكلات اجتماعية ملحة للخروج بالبلاد من الأزمة يستعد الفريق السياسي الحاكم الجديد في تونس لمواجهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية كأزمة البطالة وتدهور القدرة الشرائية ملفات تتطلب معالجتها اتباع طرق تنموية ترعي احتياجات المجتمع الحكومة هذه والماشية يعني بش تكمل في نفس السياق في نفس المصار وكأن شيء لم يقوع في البلاد بنفس التوجهات بنفس تعليمات صدق النقد الدولي والبنك العالمي وبنفس من والد التنمي هذا بشي يتوضح من توجه حكم أو كذلك بالمقابل سوف تعطي خريط الطريق أو بعض التوجهات اللي النجم تكون إشارات واضحة أن الخلفية بشكل الخلفية اجتماعية وبداية النظر في هذه الملفات بجدية الاتحاد العام التونسي للشغل ينتظر وفاء نداء تونس بوعوده في حلحلة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حلحلة لا يريدها الاتحاد على حساب العمال لامتلاكه ورقة ضغط الاحتجاجات النقبية والشعبية العمل النقابي قائم على الاحتجاج والمطلبية ولكن أيضا في تونس عنده دور آخر هو البناء والمسامة والتعديل وتقديم البدائل وإحنا فعلنا هذا وليقانا مع وفد الفريق البحث في المسائل الاقتصادية اللي ده نداء تونس باعتباره للحزب المنتصر اللي بشي يعمل بشكل الحكومة كان من أجل أن نتعرفه على برامجه وأيضا يعرفه مشاغل الشغالين ومشاغل اللقابة ويعرفوا أن الاتحاد اللي عم توسي شغل عنده بدائل وعنده دراسات لابد من أخذ باية الاعتبار ويرى الخبراء الاقتصاديون أن سنة 2015 ستكون صعبة على المستوى الاقتصادي سواء على الشعب أو الحكومة الجديدة بعد سعودي نداء تونس وحلفائه لرأس السلطة السياسية تبقى الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية أبرز التحديات التي يجب على الرئيس الجديد إجاد حلول عاجلة لها حلول ينتظرها التونسيون بفارغ الصبر أيمن الرزقي سكاينيوز عربية تونس ومعنا من تونس الكاتب والباحث السياسي نجم الدين العكاري أستاذ العكاري أهلا بكم بداية إلى برنامج الأسبوع يعني لابد من أن نتحدث في البداية في خصوصية تونس التي عاشت الربيع العربي لكنها نجحت بتحقيق ذاتها واختلفت عن باقي النماذج نعم تونس حققت ما لم تحققه دول الربيع العربي أو إن كان هناك ربيع عربي تونس تمكنت من تحقيق انتقال سلس للسلطة وتحقيق انتقال ديمقراطي والسير نحو بناء مؤسسات الدولة انتهت الانتخابات وتمت بشفافية وقبل بها الجميع وهن الخسرون الرابحين المنتسرون والآن الجميع بصدد انتظار تشكيل الحكومة والتوجه إلى حل المشاكل التي خلفتها الحكومات المتعاقبة الحكومة الجديدة أو السلطة الجديدة مطالبة أولا وخاصة بالنسبة للرئيس الجديد الباجي قايد السبسي بطمأنة الرأي العام بالإثبات بأنه سيكون كما قال في يوم أداء اليمين بأنه يكون رئيس كل التونسيين عليه أن يكون كذلك رئيسا جامعا خاصة أن بوادر الانقسام بين تونسيين كانت واضحة أثناء الحملة الانتخابية في دورة الإعادة وحتى في الدورة الأولى الآن عليه بطمأنة التونسيين وأيضا توجيه رسالة أخرى يوظف فيها هذه التجربة المتفردة والانتقال الديمقراطي التي تم في تونس للخارج ومحاولة استقطاب الاستثمارات نعرف أن قريبا هناك إعادة ترقيم السيادي للاقتصاد الوطني في تونس من شبه المؤكد ستكون الترقيم سيكون أفضل بعد الصورة الجديدة التي كسبتها السياسة التونسية والوضع في تونس نحن نسير نحو استقرار وعلى الرئيس الجديد أيضا أن يتجه إلى حالة الملف الأمني في ظل النجاحات التي تحققها الوحدات العسكرية والأمنية في الفترة الأخيرة ومحاصرة الإرهابيين وتوجيه الضربات القاسمة لهم أستاذ نجم الدين خاصة في ظل تواصل الصعوبات والحرب والاقتتال نعم تتحدثون عن الرئيس التونسي إلى جانب الرئيس التونسي إلى أي مدى شخصية رئيس الحكومة الجديد ستلعب دورها في التعامل مع تحديات ما بعد الانتخابات رئيس الحكومة قد يكون وزره أكبر ومسؤوليته أكبر في حالة المشاكل الأمنية والاقتصادية وخاصة الاجتماعية في تونس الشخصية لم تعرف وهناك اتجاهان هناك من يريد أن يكون خاصة في وسط حزب ندى تونس الذي الفاز في الانتخابات الشرعية هناك من يرى أنه سيريد أن يكون من حزب ندى تونس وهناك من يريد أن يكون رئيس الحكومة القادم من خارجها وهذا رأي أغلبي على ما يبدو إلى حد الآن باعتبار أن هناك انتقادات موجهة لهذا الحزب الذي فاز برئاسة البرلمان وفاز برئاسة الجمهورية ولا يريد أن يفوز برئاسة الحكومة حتى لا يوصف بالتغول واحتكار الرئاسات الثلاث في يده رئيس الحكومة القادم عليه أن يكون رجل وفاق وأن يكون فوق التجذبات السياسية وأن يعمل مع فريقه على حالة المشاكل نعرف أن هناك كل المؤشرات الاقتصادية في الحمرار رغم تحسن الطفيف في الفترة الأخيرة واستعادة الدينار لبعض صحته في الأيام الفارطة لكن هناك النمو سيكون ضعيفا وأقل من تقديرات هناك عدم استفادة إلى حد الآن من تراجع أسعار النفط في العالم على الاقتصاد الوطني هناك السياحة أكملت بتراجع تفيف السنة هناك الفلاحة تحسنت نوعيا خاصة بالسنة الجديدة لكن هناك عديد المشاكل المديونية اقتربت من 50% عجز الميزان التجاري عجز ميزان المدفوعات وهناك مصاريف كبيرة قادمة أما قانون المالية سيتم إضافة جزء التكميل له في الفترة القادمة هناك مشاكل اجتماعية أولها نفاذ صبر الشعب التونسي بعد التضحيات الكبيرة التي تكبدها خلال السنوات الأربعة التي تلت الثورة التونسية وأيضا هناك مشكلة تم ترحيلها إلى الحكومة القادمة ومشكلة المفاوضات الاجتماعية والزيادة في رواتب الأعوان العموميين وكل الأجراء الذين لم يتقاضوا زيادة منذ ثلاث سنوات وهي بالصدفة الزيادة التي أقرتها حكومة الباجي قيد السبسي في عقاب سنة أستاذ نجم الدين بما أننا نتحدث عن المواضيع المقبلة إلى أي مدى ستلعب المعارضة دورا للوصول بتونس إلى بر الأمان حتى ولم تكن ممثلة نعم على المعارضة أن تكون معارضة بناءة أن تكون نقدها ضاغطا على الحكومة لدفعها إلى مزيد العمل وإلى مزيد بحث المشاكل وبحث عن الحرور القادمة أن تكون في المعارضة لكنها تكون مساندة للتوجهات العامة وتكون رقيبة على عمل الحكومة وتوجهها أن أخطأت ولها أيضا بقية المنظمات الاجتماعية وما كان يشكل سابقا المؤسسة للحوار الواتن الذي يضم المنظمات الاجتماعية وهيئة المحامين وربيطة حقوق الإنسان أن تكون رافدا أو سندا للحكومة لأن حل المشاكل ليس عمل الحكومة فقط بل كل الأطراف الاجتماعية بما في ذلك الشعب التونسي المطلوب منها مزيد من العمل خاصة أن انتاجية التونسي ظلت في السنوات الأخيرة متدنية وهو ما لم يساهم في خلق الثروة وفي خلق التنمية الاقتصادية هناك رغبة وهناك تحدي آخر العودة إلى العمل وبنسق أرفع على كل التونسيين حتى تتمكن الحكومة من توزيع هذه الثروة إنها خلقت بشكل عادل ووفق من ويل تنموي جديد وشاركوا فيه الجميع بمن في البرلماني وخارجه بين الحكومة والمعارضة جميعهم وأيضا المنظمات الاجتماعية وخاصة الاتحاد العام التونسي الشغل تحدثنا أستاذ نجم الدين عن التحديات الاقتصادية ماذا عن التحديات الأمنية الكبرى التي تحيط بتونس؟ نعم بالنسبة للوضع الداخلي في تونس إلى حد آل متحكم فيه وحتى العمليات الإرهابية تقلصت بشكل كبير بفضل نجاعة المنظومة الأمنية والعسكرية التي لعبت دورا استباقيا وأحبطت عديد المحاولات الإرهابية والعمليات والمخاططات التي كانت تنوي القيام بتفجيرات داخل المدن وداخل مؤسسات الدولة لكن هناك يقضى أيضا كبيرة على مستوى الحدود وخاصة على مستوى الحدود الجنوبية مع ليبيا هناك يقضى كبيرة هناك زيادة في إرسال الأمنيين والقوات العسكرية أيضا غدا رئيس مجلس النواب الجديد سيتحول إلى الجنوب وسيقضي كامل يوم مع فريق من النواب مع العسكريين ومع الأمنيين هناك على الحدود بالنسبة للجانب الجزائري هناك توافق وهناك تنسيق كبير بين تونس والجزائر وشبه آمن الحدود من هناك لأن هناك يقضى مراقبة إلكترونية ومراقبة على الحدود بين الطرفين لكن على ليبيا هناك بعض المخاوف لكن اليقضاء والعمل الاستخباراتي والمشاركة أيضا بتعاون مع عديد الدول سيدعم تونس يجعلها تحقق نجاحات قادمة في الفترة المقبلة إن شاء الله كان معنا من تونس الكاتب والباحث السياسي نجم الدين العكاري شكرا لكم على هذه المداخلة مراسل هذا الأسبوع هو فراس لطفي الذي تابع ملف مشروع قرار الدولة الفلسطينية الذي لم يحظى بالقبول في مجلس الأمن ومعنا مباشرة من رامالله فراس يعني بداية السؤال كيف انعكس عدم القبول على الشارع الفلسطيني يعني بداية كل عام أنت بخير شانتال لك ولجميع المشاهدين يعني انعكس بشكل يعني لم يكن هناك مفاجأة صراحة لأن هذا القرار كان قد يجهض بالفيتو الأمريكي أو بعدم حصوله على تسع أصوات لكن المفاجأة كانت بنيجيريا التي يعني اختفت ممثلتها عن الأنظار وكانت هذه المفاجأة عن الشارع الفلسطيني الذي تساءل لماذا تقف هذه البلد التي من المفترض أن تكون مناصرة للعدالة والحرية للشعب الفلسطيني أن تبتعد وتختفي عن الأنظار لإحقاق الحق الفلسطيني في التصويت أو في تحقيق تسع أصوات في مجلس الأمن لكن نحن هنا أيضا كنا كصحفيين كمن يقف ينتظر خارج غرفة الولادة وما كنا نعرف إذا كانت هذه الغرفة فيها المخاضم الغرفة التي بجانبها حقيقة كان القرار اتخذ في رامالة وانتقل إلى عواصم أوروبية وإلى نيويورك وعاد بعد ذلك إلى رامالة لإجراء تعديلات عليه وكان ذلك في الرابع والعشرين من الشهر الماضي وبعد ذلك عاد القرار لنيويورك للتصويت عليه وكل هذه الربكة التي حدثت في محيط هذا القرار كان واضحا منذ البداية أن القرار لن يحظى بالمرور في مجلس الأمن سواء بالفيتو أو بعدم تحقيق تسع أصوات لتمريره لكن الأهم في ذلك هو حبس الأنفاس في رامالة إذا صح التعبير هو ما بعد عدم مروره في مجلس الأمن وإذا كانت القيادة الفلسطينية ستفي بوعودها في التوقيع لم يقتصر الموضوع على عدم القبول بهذا القرار إنما خطوات أخرى أيضا اتخذات ومنها القرار الرئيس بالذهاب إلى الجنائية الدولية كيف انعكس ذلك على الأرض صحيح دعيني هنا أوضح أمر آخر الشعب الفلسطيني يعي تماما بأن المحكمة الجنائية الدولية والتوقيع عليها وليس العصة السحرية وليست عصة الساحرة التي قد تجلب لهم كل حقوقهم في ليلة وضحاها لكن كان هذا امتحان للقيادة الفلسطينية أمام شعبها سواء في الضفة الغربية أو في القدس أو في قطاع غزة ممن عانوا وكان العام الماضي هو العام الأكثر دموية حيث سقط أكثر من 2166 قتيلا في قطاع غزة والضفة الغربية فكانوا ينتظرون إذا كانت القيادة فعلا ستوقع على محكمة الجنائية الدولية أم لا وقعت القيادة وكان هذا يعني يشكل ارتياح كبير في الشارع الفلسطيني ولمسنا ذلك حيث تزامن التوقيع مع انطلاقة حركة فتحة التي كان هناك تجمهر كبير في الشوارع كان هناك حالة من الرضا والارتياح والفرح بأن القيادة الفلسطينية انتصرت في النهاية بتوقيعها على هذه الوثيقة رغم علمهم بأن هذه الوثيقة لن تكون كما ذكرت لك العصة السحرية ولكن هو استحقاق وعد به الرئيس الفلسطيني وأوفى به وبالتالي كان شكل رضا عند الشارع الفلسطيني والشعب الفلسطيني هنا في الضفة الغربية والقدس وحتى قطاع غزة هذا كان مرسل الأسبوع فراس لطفي حدثنا مرة ولا شكرا لك فراس انتهت مشاهدين حلقة اليوم من برنامج الأسبوع نلتقي في حلقة جديدة الأسبوع المقبل إلى اللقاء